أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء عن توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لتجنب اشتباك جوي غير مقصود بين البلدين الذين ينفذان عمليات منفصلة في المجال الجوي السوري ويتضمن الاتفاق خطوات يتعين على طياري البلدين تنفيذها لتجنب الاشتباك غير المقصود فوق سوريا وإنشاء حلقة اتصالات أرضية بين الجانبين في حالة تعطل الاتصالات الجوية وسيشكل الطرفان لاحقا مجموعة عمل لمناقشة أي مسائل تتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي يشمل أيضا طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويأتي الاتفاق بعد أيام من اضطرار مقاتلات أمريكية تغيير مسارها لتفادي الاستضام بطائرات روسية وحديث لوزارة الدفاع الأمريكية عن حالات اقتربت فيها الطائرات الروسية على بعد أميال من طائرات أمريكية في الأجواء السورية في الوقت الذاتي أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد الذي يزور العراق حاليا أن واشنطن حصلت على تأكدات من العراق الثلاثاء بأنه لن يطلب ضربات جوية روسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقال إنه حذر بغداد من أن أي دور جوي روسي سيعرقل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة وكان الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يتعرض لضغوط لتحقيق تقدم في حربه ضد التنظيم قال مطلع الشهر الجاري إنه سيرحب بضربات جوية روسية في بلاده وقال دانفورد إن العبادي ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أبلغاه أنهما لن يسعيان لطلب مساعدة روسيا مقللا من شأن مركز لتبادل معلومات المخابرات في بغداد بين روسيا وإيران وسوريا والعراق والذي أثار تساؤلات بشأن نوايا موسكو في العراق جيهان لطفي رايترس